اهلا بكم الى حلقة جديدة من كلام بيروت الجدل حول مرثوم الاقدميات السجال حول الاصلحات في قانون الانتخاب عنوان ثابتان في صحف بيروت اين اصبحت المواقف بشأن هذين العنوانين وكيف يستوي السجال والتوتر السياسي مع الوعود الاقتصادية ووقوف لبنان على باب تحسينات اقتصادية موعودة ومؤتمرات اقتصادية واعدة ما هي خطط وزارة الاقتصاد للعام الجديد وكيف تراكب ما يجري في لبنان في الاسواق الداخلية بعد زيادة أسئلة عديدة اطرحوها على ضيفي معالي وزير الاقتصاد استاذ رائد قولي صباح الخير معالي الوزير أهلا وسهلا بك قبل ان ندخل بالعنوان الاقتصادي وكتير اليوم تفرعات بدنا اسمع رأيك بآخر المعلومات حول التطورات السياسية ولكن دعنا نتوقف معا مع كاريكاتور جريدة الديلي ستار خريطة لبنان تستعد لتقفز بمثل بسين وكأنه حوض حول السجال حول مرسوم الأقدمية يعني خايف يكون فاضي يمكن هالبسين وتجي الأمور على حساب هذه الخريطة اللبنانية إلى هذا الحد بعده الأفق مستود أمام إمكانية إيجاد أي تسوية بداية حول مرسوم الأقدميات لكن ما في شك أخذت كثير جدل بالإعلام وهذا الشي ما كان لازم يصير أنه اليوم إذا في خلاف بتفسير الدستور أو بتفسير القانون بعتقد في جهات صالحة بتقدر تفصل بهذا الموضوع هو القضاء يعني يا عنا قضاء نحنا من أمن فيه يا أما ما عنا قضاء من أمن فيه بعتقد ما بدا كان هالبطولات الإعلامية يلي جرب فتنة فيها لأنه أول شي البلد ما بيحمل هيك خضات ثاني شي يعني فيه حقوق للظباط يعني اليوم دورة الأربعة وتسعين هاودي شباب يعني نظلموا في سنتين راحوا عليهم شو زنبهم شو عملوا كانوا عم يدافعوا على لبنان بأيام الظلم هيدا المرسوم الأقدامية عم بينصفهم نصف انصاف يعني عم بيعطيهم سنة بقى بالمضمون هيدا واقعوا ما حالة معرض المضمون هي اللي تلقى مع الوزير ما وصلنا للمضمون هو بالحقيقة يمكن خلفه كمان مضمون يعني نحنا ما منعرف شو الخلفية من وراء هالشغلة بعدنا بالشكل ما كان فيه ستة أما سبع مرسيم من مضت من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة من وزير الدفاع كمان بالأقدامية آخر عشرين سنة لبعض الطايف دستورنا الجديد واليوم عم بينعمل نفس الشي بقى شو المشكل إذا حدا عنده وجهة نظر غير هيك أول شي بتتعالج باجتماع بتتعالج بحديث وإذا ما زبطيت بتتعالج بالقضاء بس إنه نعالجها بهيدا الطريقة بعتقد هيدا الخطأ الكبير اللي صار هل دقيق أو صحيح ما كتب عن شكل من أشكال صيغة الحل اليوم كشفت عنا عدة صحف ومنها جريدة النهار التي علمت أن هالمشروع يلي ترحه رئيس بري وأرسله إلى النائب وليد جملات نقله النائب وائل أبو فعور بيقوم على دمج مرسوم منح الأقدامية لدباط دورة الأربعة وتسعين ومرسيم منح التركية لكل دباط الأسلاك العسكرية بمرسوم واحد يوقعه الوزراء المختصون يعني بيوقعوا الدفاع الداخلية والمال وهيكي بيكون كل فريق يعني أخذ ما كسر الفريق الثاني ورجعت الأمور على السكة عندك علم به ما عندي علم أنا عم بقراهن مثلك هذا شيء حديث جدا إن شاء الله خير إن شاء الله عم ندرسها ونشوف إذا هيدا مخرج أنوني ومخرج ما بدنا نكسر نحن الدستور يعني هي منع عملية إنه فيه ما بدنا نكسر يعني توقيع رئيس الجمهورية فقط هي ما بدنا نخالف الدستور هادي هي كل الأصلاك سألوا للرئيس بري عن هالسيغة سألوا محمد بلوت بالديار فقال له لا تقول فول تيسير بالمكيول وإنه كمان مصادر أخرى قالت إنه ببنقاش اللي يجيب نفتح بهالموضوع المهم ما يكون فيه خسارة أحد المراجعة والأطراف يعني روحه المرحل الرئيس بري بعتقد لو استعمله مع يعني مع رئيس جمهورية يمكن ما كان تصعدتها إذا بقت الأمور عالقة هل يخشى كما كتب اليوم نقولها نصيف بالأخبار أن نكون أمام اقتراح رئاسي بتعديل الدستور يعني قال نقولها نصيف إنه عرض على الرئيس عن سيغة حل من قبل حزب الله فأرر رد عليها بشرط مقابل شرط توسيع نطاء المخرج كي يشمل جانب آخر وذهب إلى مجلس النواب وتعديل المادة 56 من الدستور أنا شخصيا بستبعد نفوت بحلق تعديل دستوري جايين على انتخابات وعلى مشاريع وعلى عدة إنجازات بدأنا أعملها ما بعتقد لحن نروح بهذا الاتجاب هل المشكلة مرتبطة كمان بالسجال هل الجديد بموضوع عنون الانتخاب؟ لا ما بعتقد ما بعتقد عنون الانتخاب إذا بدك تنفوت فيه عنون الانتخاب اليوم عم نجي نقول إنه صار فيه تأخير نحنا كان عم يعني من دعاية الإصلاح من هذا العنون لأنه هذا العنون جديد بس بدو يجو معه بعض الإصلاحات مشان يعكس إرادة الناس أكتر بما إنه صار فيه تأخير من وراء ما صار مع الرئيس الحكومة والحكومة من حوالها شهرين ما بقى فينا نعمل بطاقة ممغنطة بقى هذا حطيني على جنب بيبقى فيه شغلة فينا نعملها هي بتحسن هي الميجا سنترز وهو الميجا سنترز خاصة اللبنانية اللي عايشين مش بمناطقهم أو من مسخة رأسهم عايشين بمناطق تانية بيقدروا يصوتوا به الميجا سنترز وهي دي بتزيد نسبة المشاركة مش هيدا الهدف من الانتخابات إنه نزيد نسبة المشاركة بقى هيدا الشي نحن عم نطالب فيه وفيه يعني رفض من بعض الجهات السياسية بنستغرب لاه بقول اليوم الرئيس بري إنه مش صحيح إنه المطلوب منائشة بنود محددة فيه جدوى الأعمال من 11 بند للإصال يعني مطلوب تعديل فيه يعني ما بتوقف على مسألة مدى ما فتح بيب النقاش بمجلس النواب ما بقعد يتسكر وهذا الأمر يهدد بتطيير الانتخابات أنا ما بوافق هيدا الرأيي لأنه نحن اليوم يعني المطلوب شغلة واحدة إنه نعمل ميجا سنتر وهيدا بدى يا جملتان يا ثلاث جملت بالتعديل بالأنون وتقانيا المتاحة؟ بتخلص بشي ديقتان ثلاثة إذا إرارنا نعملها المهم نقرر نعملها ونحن قاعدين كل جهات السياسية على الطاولة بتقدر تاخد قرار بتنزع مجلس النواب بتعدلها هيدا الحجة يعني منا مؤنعة لأنه اليوم هيدا فينا نعملها وما بدنا نفتح جدال 11 مادة وغيره مش هيدا المطروح أما بالنسبة لأنه فينا نعملها تقنيا نحن كان يعني حكينا مع وزير الداخلية وكان بالاجتماع باللجنة وقال وزير الداخلية إنه ممكنة هلا قال صعبة وبدأ مجهود طبعا بدأ مجهود ولكن ممكنة بقى نحن اتكلنا على إفادة أو على رأي وزير الداخلية لهو المعنى مباشر بإدارة عملية انتخابية وهو بقول أنه نحن فينا نعملها بقى ما في يعني ولا حاجة تقنية ولا حاجة عنونية إذا نحن جديين نعكس إرادة الناس هذا الشيء لازم ينعمل طيب بتأثيرك ليش عم يرفض الرئيس بر هذا الأمر؟ ما أعرف يعني اليوم يمكن بمناطق معينة يمكن هو ما عنده يعني قاعدته الشعبية ما كتير بتستفيد من هيدا من هيدا التعديل ويمكن بتستفيد بس اللي أكيد منه أنه ما في شك أنه إذا عملنا ميجا سنترز الناس اللي بدأت انتخي بتنتخي بأكتر أول شيء لوجستيا لتروح على ضيعتها عندها مشاكل أو عندها يعني صعوبات كان نفسية أما مرار صعوبات تقنية بالسيارة بعدين فيها كلفة فيها كلفة للتنقل هذا كله منوفره على المواطن أنا مني شايف يعني هذا الشيء صعيب إثارة هالموضوع بآخر كم يوم هيت ترك انتباع عند الناس وكأن بعد مسألة إجراء الانتخابات عليه علامات استفهام شو بتقول معالي الوزير لمن يتابعنا؟ هل فيه احتمال تتأجل الانتخابات لأي سبب من الأسباب؟ أبدا أنا بأكد لك أنه على القليل من نحيطنا نحنا كطيار وطني حر هذا موضوع محسوم من الأول نحنا يعني من الرافضين للتمديد لمجلس النواب بالتنين التمديد اللي صاروا نحنا هذا الشيء غير مطروح نهائيا بموازات اقتراب موعد الانتخابات كمان عم بيكتر الحكي عن كسر جليد بين المكونات السياسية خلينا نشوف كاريكاتور الجمهورية عن هالموضوع أجواء كسر الجليد بالكاريكاتور القوات وطيار المستقبل نشوفهم عم بيجربوا يصافحوا بعضهم ولكن كمان بالتوازي عم يحكى عن مساعي بين الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية شو بتخبرنا عن يعني وين أصبحت هذه المساعي؟ يعني أول شي نحنا بالاتفاق مع القوات اللبنانية الاتفاق بعضهم موجود ولكن طبعا صار في عدة أمور سجالية وخلافية بهذه الفترة ولكن نحنا متمسكين بالاتفاق اللي نعمل مع القوات اللبنانية وبرأينا أنه هذا الاتفاق رح يستمر طبعا اليوم الجهد يعني لاستاذ إبراهيم كنعان ولا الوزير ملحي مرياشي اللي هن دايما موجودين ليسهلوا الأمور رح يستمر ممكن نشوف نشوفكن على لوائح واحدة يعني بالانتخابات المقبلة لكي أنون الانتخاب الموجود هلأ يعني بديك يعني أنشتاين بتقدر تعرف شو هيسير بس بأكد لكي أنه ما فيه تحالف مع ولا فريق على كل الأراضي اللبنانية تحالف شامل لحيسير فيه مصالح انتخابية يعني نحنا كطيار وطن حر منفتحين على كل الأفريقاء اللبنانية بندون استثناء بمناطق معينة منشوف مصلحة تحالف مع فريق لحنا نتحالف معه حتى لو بمناطق أخرى كنتوا رح تعملوا معركة ضده ممكن تكون مثلا ضد حزب الله مثلا والرئيس بري وغيره يعني لمع مثل اللي ضد لكن ما هو يعني اللي حتشوفه أشياء غريبة عجيبة بهذا التحدثات مع أي أسس بدأ تجي الأكترية الجديدة لكن اليوم فيه طبعا تيارات سياسية هي اللي يعني يكون عندها لويح بس كمان فيه بهذا القانون فيه شخص عنده وزنه وعنده تقله يعني هو اللي حيفيد الحزب والحزب اللي حيفيده يعني مش انه بتتذكري وانين الماضي كان بالبوسطة يعني يطلع النايب أمرين ما نكون سامعين فيه يصير نيب هلأ لا هلأ لحيكون فيه تقل للشخص وتقل للحزب طبعه مشان هيك يعني هيدا لحيفتح مجال لتحالفات مع أشخاص يمكن الشخص بيفرض حاله على الليحة شو بترد على من يتخوف انه مجلس النواب المقبل رح تكون أكتريته لحزب الله وبالتالي قرار البلد كله رح يكون بإيد حزب الله وهون رأيك كمان كوزير اقتصاد هل بناسب لبنان اقتصاديا مع استعداده لكل هالمؤتمرات انه يكون مجلس نواب أكتريته تابع على حزب الله أو بإيد حزب الله لأ رولا انت افترضت شغلة هيك المواقف والتحذيرات أول شي اليوم معروفة المقاعد للطايفة الشعية ويننة وإداء عددهم ومعروفة بغير مناطقهم مقصود وحلفائه مين حلفائه؟ أنا بدي أحملك ما معروف مين حلفائه؟ اليوم كل فريق سياسي عنده حيثيته يعني ليش الرئيس بري مش هو حالب حد زيتا وحزب الله حالب حد زيتا نحنا حالب حد زيتا ما حدا كلنا عنا خصوصيات واليوم أنا مني شايف بقى فيه يعني هيدا النغمة انه تمانية واربطاعش بس في موقف استراتيجي إذا أخدوا الكل بيقف وراء ما في موقف استراتيجي لا مش مظبوط اليوم خلينا نركز على المواقف ننسى المواقف استراتيجية لأنه مبين أنه ما بتفيدنا مواقف استراتيجية اليوم خلينا نركز على المواقف اللي إليه علاقة بلبنان وبحالته الاقتصادية وبأمنه هيدا اللي بهمنا ما قصة الاستعانة بمكينزي وكيف عم تحدر وزارة الاقتصاد ملفات لبنان للمؤتمرات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة رح نفتح النقاش بهالموضوع مباشرة بعد التوقف مع أول فاصل ملف الاستعانة بمكينزي لوضع خضط اقتصادية للبنان استحوذ كثير على الاهتمام والأخذ والرد والمواقف والمواقف المضادة سؤالي بداية هكا سؤال أي لبناني ما في كفايات بلبنان معالي الوزير لحتى اقترحت أنه يتم الاستعانة بشركة أجنبية يعني معروف أنه اللبنانيين بكل أنحق العالم عم بيبرزوا ليش ما استعانت فيهم خلينا نوضح اليوم نحن لنحط الموضوع بسيئة المزبوط نعم بمجلس الوزراء اقترحت أنا أنه نعمل خطة اقتصادية للبنان وسألت بأول مجلس وزراء بهذا العهد إذا في خطة موجودة أو في رؤية أو توجه عند الدولة طبعا كان الجواب أنه ما في بعدما تشورت مع رئيس الجمهورية فخامته ومع دولة الرئيس الحريرة توفقنا مع الأطراف السياسية أنه نحط خطة اقتصادية لأول مرة للبنان هلا بفوت بالتفاصيل شو هي الخطة الاقتصادية وشو ما نفعه وليه عم نحط خطة اقتصادية وليه لجأته لشركة أجنبية واحدة واحدة هلا هيدا أرار تأخذ بالحكومة وهيدا الأرار صائب هلا بما أنه نحن كلبنان أخذنا هيدا الأرار صار فيه اقتراحات قدت اقتراحات أنه نستعين بشركات انترناشنال أجنبية تقدير تساعدنا لنحط خطة الاقتصادية إذن مش ماكينزي هي اللي تحط الخطة الاقتصادية خلينا نكون واضحين في دولة حكومة هي عم تحط الخطة الاقتصادية عم تستعين بشركة ماكينزي هلا شركة ماكينزي أول شي هي شركة عالمية عندها خبرة بوضع خطة اقتصادية لعدة بلدين ونحن ما لازم يكون عنا خجل أنه نستعين بهيك شركة يلي عندها قيمة مضافة على لبنان وعلى الخبرات اللبنانية اليوم إذا دول أوروبية أكبر بكتير وعندها خبرات أكتر بكتير من لبنان واقتصادة أكبر بكتير من لبنان عم تستعين بشركات ماكينزي وغير ماكينزي نحن ما لازم يكون عنا هيدا العقدة ها واحد اثنين خليه يكون واضحة اليوم يلي بدون يحط الخطة هن الدولة اللبنانية بمكوناتها يلي هن الوزارات المعنية والإدارات مع القطاعات الخاصة مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع غرف التجارة مع كلهم وماكينزي اللي حتكون هي الكواردينيتر يعني المنظمة هي اللي حتطلع هالأفكار مننا اخر شي نحن بدنا نحط الأفكار ما حدا تاني هي بدنا تنسق يعني الأفكار هي بدنا تنسق الأفكار هي بدنا تضوي عليهم هي اللي حتعمل تشالنج للأفكار طبعنا يعني هيدا شي صحي ولكن قعد فكري انه ما كينزي هن اللي حيحطوا الخطة ماذا لو قد يعني بخلاصة دراستات قدمت قدمت منتج مثلا غير قابل للتطبيق لبنان هيدا الشي اللي ملا حيصير ليه لأنه مش حييجي نحن هلأ نمضي معهم أنا وقعت معهم مبارع أنه يجوا يعملوا الدراسة ويرجعوا بعد ست شهر يقلوا لنا هيدا هي الدراسة هيدا الشي ما لحيصير كيف رح تتعيش؟ لحن نعيش معهم يوم بيوم يعني وزاراتنا لحي تعيش معهم أفكار الوزراء وتروحاتهم لحيكونوا موجودين ولحيصير فيه تعديلات وأخذوا عطا لتطلع آخر شي بتشبهنا هيدا الفرق يعني يمكن فيه لغط بهذا العمر ولكن آخر شي الخطة هي خطة لبنان خطة الحكومة مش خطة حدا تاني وعلى كل حال هن دورهم استشارة يعني آخر شي ما لن ندور يعني هن ملاح يفرضوا خطة على لبنان نحن اليوم عم نستشير فيها نستشيرهم بكرة بمواضيع معينة منستشير غيرهم آخر شي القرار نحن بدنا نشير تفتكر أنه هيدا الوقت مناسب للقوض بهالمغامرة خلينا أقول لك اليوم في بعض الخبراء الاقتصاديين بعض عم بقول مش كلهم هن قدوا لوضعنا اليوم الاقتصادي ساهموا بإذا بدك بهيدا المودال الاقتصادي اللي نحن منقول عنه اقتصاد رائعي اللي هو مبني على تحاويل اللبنانية اللي عايشين برا اللي عم بحطه وداع بالبنوك ونحن عم ندين الدولة وما عم بيصير فيه عندي قطاعات منتجة مستدامة تقدر تعمل نمو اقتصادي بالنتج المحلي وتقدر تخلق فرص عمل كان بعض الاقتصاديين وقتا اللي نصحوا الحكومات ودونا لهم أما في بعض الآخر اللي هن كتار معروفين هن عندهم رؤية مثل الرؤية اللي أنا عم بحكي عنا هوا الاقتصاديين اللي حيكونوا بورشة عمل معنا ومع هيد الشركة لنقدر نبلور هوية لبنان ينتقل الاقتصاد من رائعي لمنتج نعم شو هي أهم القطاعات اللي رح يتم تركيز عليها مع الوزير اليوم هيدا هيدا بالتحديد اللي نحنا بدنا نتوصله لنحدد أي قطاعات لبنان عنده قيمة تفضلية يعني يمكن يطلع معنا خمسة عشر عشرين قطاع نحنا بنقدر ننفس فيه العالم يعني من بعد ما نحدد هيدا القطاعات هلا أنا إذا بدك تسأليني عندي كم فكرة بس أنا ما بدك أفرض رأي على الحكومة هيدا بده يصير فيه جدال وبده يصير فيه نقاش وبده يصير فيه ورشة عمل ولكن أنا بأكدلك أنه نحنا كلبنانية بلق يعني نحنا ناجحين بالأشخاص يعني كأنتروبرنورز نحنا ناجحين لدينا كتلة نقدية مئة وسبعين مليار دولار موجودة بالمصارف الليبنانية نحنا مشكلتنا وين أنه ما بنشتغل مع بعض ما بنشتغل بجماعيا ولن كان على صعيد دولة ولن كان على صعيد شركة هذا اللي نقصنا يعني تخيل اليوم فيه شركة عندها عدة مساهمين ومختلفين مع بعض الشركة بتفرض نصي شيء بلد مشكلتنا كمان مع الوزير الفساد يعني بقول الوزير فادي عبود سألته سلوى بعلبكي عن رأيه بهالموضوع بيقول أنه إذا ما تعالجت قصة الفساد يعني ما بيكون ما فينا نعمل شيء بنهاية المطار رولا اليوم عم بقلك نحنا عنا ورشة مفتوحة على كل المجالات فساد وتزبيت بالإدارة وتعينات وموازنة وخطة اقتصادية وكله هوا يعني مبلشين ما في شيء يعني عم نرجع نعيد بس ما بدنا يعني كمان بدنا نمشي فيهم خطوة خطوة الفساد مكافحة الفساد ماشيين فيه على خطة معينة كمان موضوع الموازنة ماشيين فيها بس أنه اليوم إذا ما نحطها كلها قدامنا وبدنا نحلها كل هالأمور بستة شهر ما لحنحل شيء يعني آخر شيء بتهون بتهون الأمور لما نفكر فيها درجة مع درجة هلأ مفروض فيه مهلة ستة شهر إذن لتنجز هذه الدراسة للخطة الاقتصادية يعني بتصادف تقريبا مع مؤتمر بريز أو بتصادف مع مؤتمر بريز اليوم بعد ما تحدد تاريخ مؤتمر بريز يعني اليوم لحديث اليوم معنا بعد تاريخ نهائي فيه معلومة اليوم بإذا بلقيها هلأ باللواء بتقول أنه موعد انعقاده مرجح بأواخر أذار المقبل نحنا وقت اجتمعنا مع المندوب الفرنسوي من قبل الحكومة الفرنسوية بأسر بعبدة مع الرئيس عون وصار فيه يعني حديث مع هيدا الشخص وكنا عم نطرح عدة تواريخ ولكن بعده التاريخ ما تقرر أما بالنسبة لستة شهر ما كنزين أكيد نحنا الهدف نخلصها بستة شهر ولكن هيدا الشي بيتوقف علينا وعليهم وعلينا كدولة أكتر لأنه هنا سيطلبوا إحصاءات سيطلبوا أرقام سيطلبوا اجتماعات مع الوزراء مع المعنيين إذا نحنا لبينيهم بالوقت المناسب سيخلصوها إذا نحنا ما لبينيهم ما سيخلصوها بستة شهر هل هالشي ممكن يتأثر إذا بقت السجلة السيسي بالبلد على ما هي عليه ولا هو خط منفصل أنا بتمنى يكون خط منفصل لأنه مثل ما عنا إجماع حول الأمن العسكري في لبنان مفروض يكون عنا إجماع على الأمن الاقتصادي في لبنان كلنا متفقين ومدعمين الجيش اللبناني لأن الجيش هو اللي حامل لبنان أمن لبنان كمان اقتصاد لبنان نفس الشي لازم كلنا سوا نكون حامين اقتصاد لبنان أي خلاف أي رأي يعني جهة سياسية عندها بموضوع الاقتصاد نعم موجودين على طاولة واحدة بنتناقش فيه ولكن فيه مصلحة العليا للبلد أمنيا سياسيا واقتصاديا مشان هيك بعتقد أنا اليوم فيه وعي كافة عند كل أفريقاء السياسيين أي خلاف مثل الخلافات اللي حكينا فيهم بأول حلقتك أو خلافات معقولة استجد وهلأ موسم انتخاباته فيه يعني مزيادات مشان يجيبوا أصوات أكتر من الناس ولكن موضوع الاقتصادي بتمنى أنه يبقى على جنب لأنه هيدا فيه مصلحة لكل الناس فيه وأي ضرر فيه لحيضر كل الناس وكل الزعمة السياسية المهم يكون أكتر من أنه يكون فيه وحدة نظرة للشأن الاقتصادي لأنه كل هالسنين بلبنان من أيام رئيس شهيد رفيق الحريري ولليوم دايما كانت الخطط الاقتصادية توقف عند أبواب المناكفات والتحديات السياسية الفرق من وقته هلأ أنه هلأ وقته كان الوضع بيحمل اليوم الوضع ما بيحمل يعني شو بيضمن لك معالي الوزير أنه بكرة بس يصير فيه انتخابات وتجي حكومة جديدة وإذا كنت حادثتك مش بهالوزارة أن تكمل ما بدأت لأنه معوضين كمان باللبنان وكل الوزير بيجي بيمحي كل شي وببلش من جديد نعم كيف الاستمرار سؤالي كتير بمحله لأنه اليوم إذا نحنا هدفنا نشجع المستثمرين يوظفوا بهذه القطاعات يلي نحنا بدأنا نحددها ويلي هي الدولة اللي حتحط كل الأطر لتحميها ولتشجعها ولا مستثمر لحي يجي إذا بيعرف أنه خلصة الخطة وخلصة الحكومة مع الخطة وصارت بالجرور نعم نحنا اليوم في تجارب يعني طبعا في تجارب هيدا التحدي الكبير هيدا اللي بدي أقليك اليوم الخطة اللي بدنا نحطها أكيد لح تكون خطة متقدمة وجديدة ولكن العبرة بالتنفيذ ومشان هيك لحيطلع قرار من الحكومة بالخطة الاقتصادية اللي هيدا الحكومة فيها كل الأفريقاء أو أكترية الأفريقاء السياسية وأنا بشجع أكتر وبيعتقد لحد سياسية يعني إن شاء الله إذا كلنا توفقنا نخدع على مجلس النواب وبيصير فيه اتفاق عليها بمجلس النواب لأنه هيدا بدت تكون عابرة للحكومات الخطة جاسم مع الجائب الجمهورية بيقول اليوم الخطة الخبير الاقتصادي بيقول الخطة الاقتصادية تتهاوى أمام حائط السياسة وكل سياسة اقتصادية لا يكون محورة المواطن لا يمكنها أن ترتقي لمستوى تسميته بسياسة اقتصادية كيف رح يلمس المواطن هذا العمر بالنتيجة شو هم نعمل نحن نحن عم نجي نقول اليوم عنا الدين العام على ناتج المحلة فاق المية وخمسة وخمسين بالمية وهيدا رايح باتجاه زيادة لأنه حجم الدين طبعيك عم بزيد كلفة خدمة الدين عم بزيد الدولة العجزة إن شاء الله بهالموازنة قد ما فينا لحن نضبطه كله هاودي عم بيؤدي لركود اقتصادية شو يعني ركود اقتصادية يعني ما في فرص عمل يعني المواطن شو بده نحن البلد شو هدفنا اخر شي نخلق هيدا الطبقة يلي بنسميها طبقة الوسطى يلي نحن اليوم باللبنان طبقة الوسطى عم بتروح في جزء قليل من اللبنانية هن يعتبروا اثرياء وفي جزء الكبير هن صاروا فقرة هيدا منو مستدام ما فينا نبني اقتصاد ما فينا نبني سياسة ما فينا نبني بلد ما فينا نبني امن عالمدى الطويل إذا هيدا الطبقة الوسطى ما كبرت هيدا الطبقة الوسطى بده تطلع من الطبقة الفقيرة لتقدر تطلع بدنا نخلق مصانع بدنا نخلق مؤسسات بدنا نخلق بلد يقدر ينمى فوق 7-8% فرص العمل بتزيد طبعا ومستوى المعيش للمواطن بزيد هون الهدف يعني هيدا الاقتصادي اللي بنسميه القطو الكيك هيدا اليوم في مطل بقول اللي بتولد للنقار نحنا هيدا بدنا نكبره اذا كبرته بتحل المشاكل التانية قتات على ذكر الموازنة اين اصبحت هالموازنة وموازنة العام 2018 قلت بمقابلة سابقة مع عليك انه رح يكون فيها المزيد من الاصلاحات ولو متأخرة اي اصلاحات قصدت يعني نحنا اليوم عنا هدف بالموازنة انه ما يزيد العجز اول شي لانه المجتمع الدولي عم بيطلع علينا بالهيدا باللوب واحد اتنين اي زيادة بالعجز يعني عم تأكس على تمويل هيدا العجز اليوم جي بنمويل العجز اذا زيد يا بالدين يا بالرفع الدرايب يا بالاصلاحات نحنا بنروح على تالت واحدة لانه اذا زدت الدين عندك مشكلة كبيرة وكبرت حجم المشكلة اذا زدت الدرايب بدك تضرب قطاعات واقتصاد معين وهيدا القتوب بدل ما يكبر لحي صغر ما بقي لي غير الاصلاحات شو يعني الاصلاحات يعني وقف الهدر يعني تحصيل للدولة من قبل مثلا مزاريب الهدر مثل البعض التهريب الجمارك العدة الامور حتى في حكينا باخر مجلس وزراء في سناديق وهيبات تعطيهم الدولة لسناديق هودا كمان توقف بحدود 500 مليار ليرة يعني هدفنا ننزلها على القليلة للنص طبعا مش كلهم هدر وين بروحوه تعطى من أجل ماذا في عدة وزارات عندهم يعني امور اجتماعية مثل الدولة بتاعت لمساعدات اجتماعية بس مش كلهاتهم يعني حقيقة في منهم فيهم هدر كبير مش هنا هيك كمان هيدا جزء كتير مهم بقى اليوم اذا قدرنا نعمل هيدا الشي منكون احنا حسننا هيدا الموازنة طبعا انا بقدر اكدلك كل موازنة اللي احتجي اللي حتكون افضل من القبل بتقليلي 2017 كانت موازنة كتير منيحة بقلك لا بس كان هدفنا نعمل موازنة من 15 سنة ما في موازنة لحيد نعمل موازنة اللي حتكون افضل من 2017 هلا بتقليلي هي موازنة المثالية مثالية اكيد لا لانه الموازنة المثالية هي بده تكون جزء من خطة الاقتصادية اللي هي مننا جاهزة بعد في لغة بموضوع اقتصادي اخر بين مؤتمر باريز و مؤتمر سادر يلي رح ينعقد بي باريز راندا تايد دين اليوم بجريدة الحياة نقول عن مصر ديبلوماسي فرنسي ان مؤتمر سادر ليس مؤتمر باريز اربعة وينبغي ايضا ان لا يخلط بينه وبين مؤتمر روما بنهاية شباط ولا بينه وبين مؤتمر الليجئين حول الليجئين سوريين ببروكسل بنهاية لسان اذا مؤتمر سادر لبان هو لأي غرض فوضت الامور وبعدها هو ما في مؤتمر واحد بباريز ما في باريز اربعة في مؤتمر واحد بدلا ما نسميه باريز اربعة سادر لبان لأي تغيرت التسمية هيدا اقتراح من الابل الفرنسوية لسبب واحد انه اليوم باريز اثنين وباريز اثلاثة لما نعملوا كانت الدولة اللبنانية قدمت اختراحات باصلاحات معينة للدولة اللبنانية يلي جزء كبير منه ما تنفذ اذا بدنا نروح نقول هيدا باريز اربعة يعني هو ملحق لباريز ثلاثة باريز اثنين اول شي لحيجي المجتمع الدولي قلنا وقفوا شو عملتوا بموعدتوا بباريز اثنين باريز ثلاثة هيدا مثل حطينا زي حلاء وقلنا فيه مؤتمر غيرنا له اسمه اسمه سيدر لهو للدول المنحة وللسندي المنحة لللبنان رحيكون في دول المنحة بهذا المؤتمر يعني نفس طبيعة الاشخاص يلي كانوا رحيشاركوا بما سمي باريز اربعة هنه رحيشاركوا بسادر الليبان حلاء فيه مجهود عم بيعمل الرئيس ماكرون شخصيا نعم ليدعي الدول المنحة والسندي يعني فيه عندك دول اوروبية ودول حتى غير اوروبية يعني للمساعدة عندك سندي دولية عندك الولد بانك وعندك يعني صندوق الكويت وغير وغير والولد بانك وال وال ايم اف نحن عم نعمل لوبينج وعم نعمل مجهود مع الرئيس ماكرون كرميل نجح هذا المؤتمر من جزة ورقة لبنان للمؤتمر يعني من يضعها مجلس وزراء ام وزارة الاقتصاد ام من لا هي يعني رئاسة الحكومة عم تشتغلها وطبعا كل الوزارات المعنية عندها دور بهذا الموضوع طرح وزارة الاقتصاد تقدم فيه لما نجتمعنا معهم لما نقلنا يعني كان عندهم هني ازا بديك طلب انه اليوم نحنا عم نشتغل عخطين عخط المشاريع البنى التحتية يلي هي عم بتتحضرها رئاسة الحكومة يلي ازا ما برسار مسموع فيها حوالي 16 مليار دولار للطرقات وللبنى التحتية الاخرى وفيه الخطة الاقتصادية اللي نحنا عم نعملها وهو دي لح يتكاملوا مع بعض وهيدا اللي طلبوا المندوب الفرنسوي عم بقلنا انه طيب اوكي عم تعطونا خطة للبنى التحتية بس شو الفيزيبيليتي ستادي تبعها شو انتجيتها يعني ما نعرف اذا بنا نعطيكم قرض مدعوم لتعملوا هيد الطريق كون تعطونا دراسة انه شو رح تجيب على اقتصادكم وهي دي ليه عم تنعمل هيد الطريق هون ما عم تنعمل هون مشان هيك لما نجينا كانوا كتير مبسوطين لانه حيدا كان طلبهم انه مش نجي نعطيهم خطط هيك وبدأتكون هالخطط ضمن الاطار مش مش اداني لال يعني تقليل من شأن لبنان والحكومة اللبنانية انه بس صار في شركة اجنبية لحتى المجتمع الدولي هيك طمن باله او عطى الثقة هن هن ماشيين انه ما في ثقة يعني بباب رولا هن هن لح يساعدونا في نية انه المجتمع الدولي هيدا شي اشي اللي بتطمن الوضع باللبنان انه في ارادة دولية نسمعها من السفرة نسمعها لما ننسافي ع اوروبا وعميركا انه في ارادة حماية لبنان اقتصاليا هلا تمان في جزء نحنا يعني عندنا مسؤولية عليه يعني انه نحنا بدنا نساعدكم نساعدو حالكم يعني نحنا اليوم في مصدقيتنا بالداء يعني نحنا عملنا بريز اثنين وعملنا بريز ثلاثة طب ما نحنا اليوم بدنا مصدقية كمان مصدقية اول شي لحالنا انه نحنا منوعد بشي ومنعمله ومصدقية المجتمع الدولي اليوم تغيرت الدني البلاد العربية ما بقى معها هايدي السيولة يلي كانت قبل تيجي تحطها البلاد بالعالم بعد الازمة الالفان وثمان لما صارت الازمة الاقتصادية صار عندها ديون مشان هيك توجه كل الاقتصاد على القطاع الخاص القطاع الخاص منه مثل الدول القطاع الخاص ذكي وبيشتغل لمصلحته نعم اللي بخسره بشي يعني نحنا اليوم بدنا نسوي حالنا تجاه القطاع الخاص ما فينا نحنا بس نقول طعو يا جماعة عطونا قروض مدعومة لا بدن يعرفوا انه عم بحطوا دولار هون لحيخدم ابيلون خلينا ناخد بريك بعد مباشرة رح نحكي عن كمان مجموعة اخرى من الاسئلة عن كيف عم بترأي بالوزارة ارتفاع الاسعار بموجب الدرائب الجديدة من بداية هالسنة هل المصارف يلي طالبت حاكم مصرف لبنان يدخل لانه برأي ضريبة عم بتهدد للاستقرار النقدي وغيرا من المواضيع بعد لباك اذا نعود لمتابعة هذه الحلقة مع ضيفي معالي وزير الاقتصاد لاستزراء ادخوري اول سؤال معالي الوزير كيف عم بترأبه الاسواء وارتفاع الاسعار وهل صحيح انه صحيح واحد بالمية على التفاقة ولكن مفعولة اكتر من ثمانة تسعة بالمية على مستوى الغلال معيشة لا مش صحيح نحنا عنا مؤشر بوزارة الاقتصاد من ثلاثمية وخمسين سلعة اساسية ناخد اسعار كل اسبوع ومنشوف اذا زاد الاسعار يعني متل مؤشر بتخدون هيك من وينما كان يعني راندوم كل اسبوع وكل شهر عم انتبعها بقدر اكدلك انه ما في زيادة بالاسعار بتاتا على السلعة الاساسية السلعة التانية فيها زيادة واحد اما اثنين بالمية هيدا الشي مقبول هلا هيدا ليه ما زادت الاسعار بعد بالسلعة الاساسية لسببين منكم اول سبب لانه بكل تواضع وساط الاقتصاد عم تشتغل بشكل كتير فعال المرائبين عم بيكونوا عم بيكونوا فعالين جدا عنا مية مرائب عم بيعملوا عدة زيارات لعدة مؤسسات مؤسمينهم بالمناطق بشكل كتير يعني efficient تاني شي عم نتشدد كتير بالمحاضر الضبط انا يعني كمان كل مخالفة عم بيبعث على القضاء وحكينا مع وزارة العادل تقدر تاخد اجراءات سريعة بحقهم بأثار فيه رادع بهذا الموضوع تالت شي انا شخصيا عم بنزل على الارض مع المرائبين امرار بنزل مع الميديا امرار بنزل بلاء الاعلام هذا الشي اثر تاني السبب اللي انا ما قلي علاقة فيه ليه ما طلع الاسعار لانه فيه عدة سلع عم نقدر نجيبها من دول اسعار رخصية يعني مثل مصر وتركيا هذا الشي لانه صار عندهم العملة طبعهم ضعفة عم تجي البضائع بطريقة بأرخص من ما كان يتقبل فهو دي العاملين خلوا الاسعار يكون اضافة عامل تالت انه الوضع الاقتصادي والحركة الاقتصادية مانا كتير عالي المنافسة عم تزيد كتير بين الشركات عم تنزل الاسعار بقى هيدا الشي اكدين منه نحنا وما عنا اي مشكلة هلأ بتقليلي فيه تضخم لما زادت سلسط والرواتب طبعا زادوا الرواتب ولكن القدرة الشرائية ما زادت كتير لا خاصة عند القطاع الخاص اللي هو عم بمول بنهاية المطاف اكيد ما هلأ فتنة فيه دباج جديد ايه ما هو وقت تتعلي هون وكله هاودي يعني كله عم بصب بضرر بموازنة الدولة اللبنانية لأنه هيدا القطو ما عم بيكبر نرجع للموضوع القطو هو المشكلة بانتفاخ القطاع العام كمان مظبوط هيدا مش من الاصلاحات المطلوبة مايك حق نحن اخدين قرار من الحكومة ما يصير فيه اي توظيف جديد بالقطاع العام الدولة ما بقى تحمل لأنه مش بس انت بتتفعيله معاشه فيه عنديك تراكمات المعاشات التقاعدية شي ضخم كتير كبير هيدا عم بيأثر بشكل كتير كبير على الموازنة الدولة بقى كمان اليوم الاسعار على المواطن من معاشه وهي جزء منها مثلا اقصات المدارس يعني حيدا كمان لما نزيد اقصات المدارس كمان قدرتك الشرائية بدت تخف بقى اليوم فيه تضخم لحي يصير بقى ما انتهى موضوع سلسلة الرتب والرواتب كما يبدو يعني هلأ فيه مطالبات فيه اعلان اضربات فيه تحركات اهالي المدارس الخاصة يعني الموضوع عم كرة كرة ثلج يعني اليوم بلشت شي صار شي تاني لما عملت سلسلة رتب للدولة للموظفين الدولة فيه مؤسسات بسموها سامي جوفرمنت تابعة للدولة هاو دي هم بقولوا وين حقوقنا بعدين عندك المدارس نفس الشي والكتاع الخاص نفس الشي حكيت عن الصناعة وقتيت على ذكر انه فيه مواد رخصة لانه الدول اللي عم بتصدرها عملتها تراجعت اجتماعت لو وفد من جمعية الصناعيين دايما جمعية الصناعيين تشكي من المزاحمة مزاحمة البضائع الاجنبية هل سمعت هالشكوى بهالاجتماع؟ طبعا نفس الشكوى؟ 100% وانا اليوم عم بحضر لسلة من الرسوم الجمهوركية يلي انا اعرضها على اللجنة الاقتصادية الوزارية مشان حماية بعض الصناعات اللبنانية خاصة يلي جاي من دول مثل تركيا والصين ومصر يلي عم بنفسه بشكل كتير كبير صناعات لبنانية وحددنا اكتر من 25 سلعة واليوم يعني نطرين قرار مش نقدر نعل الرسوم الجمهوركية لتحمي صناعات ولكن سلعة طعام او ملابس يعني عندي كطحين ومعكرونة وكارتون وبلاستيك وحديد وجاج يعني كل بقدر سميلك هيدا بس اليوم نحنا كوزارة اختصار عنا ثلاثة ولاد اما بدنا بدنا ننتبه عنا الصناعي عنا التاجر وعنا المواطن نعم لما القرار بدأ اخده انا برافع رسوم جمهوركية بدأ انتبه اذا عليت رسوم جمهوركية بمكان ما لح تغلس سلعة على المواطن والتاجر كمان بمحال ما لح يخف شغله صناعي لح يزيد بقى ما فيه ارار بشكل مطلق بدأ ميزين جوهر جد لح اخده لح يكون كل الربحانين اليوم اللي عم نجرب نعمله عم نزينه نشوف اي مصلحة البلد اكتر ونعمله بالاجمال الصناعة عندها تقل اكتر باختصاد لبنان لانه الصناعة بتخلقلك وظايف اكتر لانه الصناعة فيها تصدر اكتر وتجيبلك مدخول اكتر لانه الصناعة فيها استثمارات اجنبية تجي فيها يعني عندها ثلاث فوايد التجارة عندها فايدة بس نحن بنجي من انهم للتجار بدل ما تجيبوا البضاعة من برة لهون زاقوية المصانع انتوا كتجار خدوا من المصانع وصدروا لبرة بدوا يغيروا طريقة شغلهم والزراعة زراعة عنا مشكلة بعدة امور بالزراعة من انا وصغير يعني بحضر على التلفزيون انه التفاح عم نكبه وانه القمح بدنا ندعمه وانه البطاطا على الطريق فيه سياسة زراعية لازم تنحط وهيدا الشي مش موجود يعني الاوروبية بدوا انتفاح ما بدوا انتفاح نحن نقول تفاحها طيبة انا شخصيا ما بيكون غير تفاح اللبناني طب الزبوني اللي هو الاوروب اللي اكتر عنده ادراج شرائية ما بدوا تفاحها بتجي مضروبة من هون منقورة من هون كل واحدة شكلها شكل بدوا تفاحها بشكل معين طب هيدا زبوني كذا بدنا نصدر لبرة ما فينا نجي نقنعه انه بدك تاخد هيدا تفاحها غصبا عنك لازم نعمل شتول ده تصيروا هودا مطابقين للمواصفات المواصفات العالمية وقصة زيادة البنزين يعني المواطن مثل ما قالت ايفا ابي حيدر ما كان ناقصه غير هالزيادات المتواصلة على سعر المحروقات ويبدو انه مرشح للارتفاع وفي خوف ترجع مثل ما كانت يعني فوق 30 ألف والمشكلة المشكلة مش بالضريبة قالك بالصراحة المشكلة بسعر النفط سعر النفط عم يرجع يطلع يعني وصل لفترة فوق البرميل فوق المية مية وعشرين دولار نزل لثلاثين دولار خمس وثلاثين دولار هلأ ارجعنا بالخمس وستين دولار هون لانه كل جمعة في تسعيرها للنفط بتاخد بعين الاعتبار الزيادة اما الضريبة ما هي شي كتير بسيط وهي لمرة واحدة ولكن الخوف اللي انا من ان ترجع اسعار من ان ترجع الاسعار نفط تطلع عالميا يعني بختم حديثنا معالي الوزير شو بتحب تقول كلمة هيك اقتصادية بالدرجة الاولى اول شي بدي اقول لكل السياسيين انه مدعوين لورشة لنحط خطة اقتصادية مستدامة للبنان كل ياتنا مسؤولين عن عن حالنا عن عن ناسنا وعن الشعب اللبناني اليوم ما بقى فينا نحمل نصدر شبابنا لبرا ما بقى فينا نحمل ما نحط خطة لنوقف هيدا الدين العام اللي عم بيتراكم علينا نحن اليوم ما في شي بيمنعنا غير الوفاء السياسي بدي اطلب من كل السياسيين يحيدوا موضوع الاقتصاد وخلينا نتخانق على امور تانية في موضوع الامن وموضوع الاقتصاد هود الشغلتين لازم يكونوا فوق الخلافات السياسية موقفين لبنان بنهاية المطاف على اجراء هود اساسة للبنان شكرا لك معالي وزير الاقتصاد استاذ راق خوري على حضورك يوم اهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين على المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة